السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم شهوات سهلة واقتصادية كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم ونحضر معكم واحد الغريبة سهلة مهلة دوزاتي او اللي حلوة لشرب الشاي كتجي من قلد ما يكون كتجي شيشة مرملة مدق ديالها ما كيفارقش الفم لديدة بزف وسهلة ضغية تحضرها وناجحة مئة في المئة غنخليكم مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير ويدعج بكم الفيديو اخواتي ما تبخلوش عليا بتشجيع ديالكم بجملة الفيديو جزاكم الله خيرا فغنبداو على بركات الله بسم الله في ايناء او قصرية غنوضعو مية وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة كيما كتلاحظو ديك الرابعة ديال الزبدة كنقسموها على النصف كنناخدو النصف ديالها كنضيف ليه كاس ديال سكر حبيبات ممكن نضيفه حتى الكاس ونصف مع كاس ديال زيت نباتية كما شفتو ره كاس مملو يعني مية وخمسين مليلي لتر وغنضيف رشة صغيرة من الملح مع صاشي ديال سكر مناسم بالفانيلا غنخدم هذ المكونات جيدا حتى كنساجمو مع بعض ضروري تكون الزبدة بحرارة المطبخ باش تسهل عليكم في الخدمة يعني خرجوها من تلاجة قبل باش تكون نرتبة وتسهل عليكم وممكن كذلك تستعملوا الزبدة ديال العلبة هي تكون نرتبة او لا تستعملوا اي نوع من الزبدة عندكم يعني تقدرو تستعملوا اي نوع عندكم وتقدرو تخدموا هذ الخاليات في الهاشوار او بالميكسور يعني باش يتخدم لكم بسرعة الا ما بغيتوش تخدموها كبليد بليد شوية كياخد شوية الوقت المهم نعطيه وقته ونخدموه مزيان مزيان حتى كتنساجم لنا ديكس الزيت مع الزبدة وكيدوب ولينا حبيبة السكر كيولي عندنا حتى اللون ديالو كيولي ابيض كيما كاتلاحظو معي بحاشي كريمة هاد المرحلة هادي غنضيف جوج حبات من البيض اللي حتى هما يكونوا بدرجة حرارة الغرفة حطوهم ديروهم في ايناء ووضعوهم حتى كتخدموا المكونات الاولى جيدا وكتضيفوهم كذلك هنضيف قشرة برتقالة كاملة اللي كتعطينا مدق جد متميز لهاد الحلوة هادي الا ما كانتش عندكم ممكن تضيفوا اه قشور الحامض كذلك او لا ممكن تضيفوا النكهة ديالبرتقال او لنكهة ديالحامض اه ولكن من الاحسن قشور برتقالها كطبيعي كي يعطيوهم مدق جد متميز كي نسمو لنا هاد الحلوة هادي كنكملو كنخلطو مزيان مزيان حتى كنساجم لنا داك الخلاة مع البيض ضروري نخلطو هاد المكونات الاولى جيدا باش كتنجح لنا الحلوة ديالنا الآن غنضيف كاس ديال كوك او لا جوز الهند كذلك غنخلط مزيان ومن بعد غنبدأ في اضافة الدقيق بالنسبة الدقيق يكون نوعية جيدة من الاحسن كيكون مكتوب فيه خاص بالحلويات وضروري ما تغرب له من قابل هناي غنعبر معاكم بالكيسان هدا الكاس الاول دائما الكاس كنعمره بالملعقة يهز 100 قرام غنضيف الكاس الثاني وانا كنجمع في العاجنة ديالي كذلك غنضيف جوج اكياس من خميرة الحلويات لما جموع ديالهم هو 16 قرام كنجمع العاجن ديالي فقط برؤوس الاصابع ما كنحاولوش نضيفه في الدقيق تدريجيا وهذا الكاس الثالث كيما كتلاحظو معي العجينة ديالنا كنجمعوها ضروري ما نقصحوهاش يعني في الاخير كنتحصلو على العجينة اللي كتكون طرية رطيت با وفي نفس الوقت ماشي كتل الصقف اللي يدين هذا الكاس الرابع كيما كتلاحظو معي او ال400 جرام وهنايا وصلت لكاس الخامس كنضيفه تدريجيا ما كنضيفه شدفع واحدة غنحاول نجمع العجين اللي ما لسقلية قاع في الاطراف ديال القصرية وكذلك غنزول العجين للسقلية في اليد ديالي باش نعرف القوام الصحيح ديال العجين هنا يا بليب اللي بقي خاصة واحد شوية ديال دقيق يعني الكاس السادس غنضيف النصف دياله فقط يعني الكيمياء اللي استعملت في هذا العجين هذي هي خمسة ديالكيسان ونصف تقدروا تستعملوا نفس الكيمياء تقدروا تكملوا حتى الستة ديالكوؤوس يعني ما بين هذا المقدار هذا ما بين خمسة ديالكيسان ونصف حتى الستة ديالكيسان خمسمائة وخمسين جرام حتى الستمائة جرام ديال دقيق في الاخير لازم تحصلوا علاجينا بهذا القوام هذا كيما تلاحظوا رهذا ارتباع طرية كنشكلها بكل سهولة وما كتتفرتش معانا وفي نفس الوقت رهما كتلتسقش لفل هيدين لفل ايناء مباشرة غنبدأ نشكل فيها كنوضع اللاطة ديال فورن فرش لها ورق الزبدة ممكن تدهنها غير بالزيت والعجينة ديالي كنغطيها بمندير هكا باش ما تنشفش ليا والفورن كذلك كنسخن عليه فهاد المرحلة هادي كنشعل عليه من الاسفل باش يسخن مزيان وكان بدأ نشكل في الحلوة ديالي على الشكل كوايرات كما تلاحظوا كان حاولوا نضغطوا عليهم شوية بالكف ديال يد يعني حاولوا تضغطوا عليهم شوية بحال كورا وبالنسبة الوزن ديالهم انا درت فيهم 30 قرام كي يجيوهم هادوك حبة كبيرة شوية عاطية العين بيتو تديرو مصغار غاد ديرو 28 او 27 قرام من بعد ما كملت الحلوة ديالي كاملة هني عندي بيضة ضفت لها تقريبا ربع ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الدوابات خلطها مزيان كان دهن بها الحلوة ديالي هكذا من الفوق ديالها وكان حاولوا ندهنه كذلك الجوانب ومن بعد غنزينها من الفوق بحبة من الفول السوداني او اللي حبة من الكوكو او اللي اللوز اللي كان عندكم كيكون احسن انا كنت بغيت نزين باللوز ساعة لقيت وما بقاش عندي صافي قضيت بالكوكو هو اللي كان عندي كما كانت لاحظوا كان ضغطوا على ديال الحبة ديال الكوكاو او لديال اللوز في الوسط ديال الكويرا هنحاولو نضغطو عليهم زيان لان في الفورن غد تنفخ وعاد تطلع ديالي الحبة الان غندخل اللاطة ديالي الفورن لي كيكون سخون مزيان من قبل هو شعل غير من الاسفل ولكن غنوضع اللاطة التحت باش العافية تجيها على الوجه ديالها حتى كتشقق لي الحلوة ديالي عاد كنطلعها للراف الفوقاني باش كتطيب ملتحت ودائما على نار اللي تكون مهيلة بزاف باش تجيها حلوة شيشة ومقرمشة وكذلك اللي كتطيب ملتحت كنعاود نشعلها لها من الفوق باش كتتحمر وتاخد لون دهبي محمر الوزوين وكيكون هدا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالي كجي صراحة لديدة بزاف من السما بقشور البرتقال مرملة بدك الكوك صراحة لديدة بزاف كتستحق تجربة ديالكم اخواتي وراها اقتصادية بدون تعقيدات وبدون مكونات كتيرة كتعطي ما شاء الله كيمية وافيرة كتستحق تجربة كانت منكم تجربوها ان شاء الله وتردوا لي في تعليق قولوا لي كيفاش جاتكم وكانت منه اذا عجبكم الفيديو اخواتي ما تبخلوش تجعوني بجامل الفيديو تعليق ديالكم طيبة اللي كتفرحني بالساف كان شكركم جزيلة شكر على حسن المتابعة ان شاء الله هنتلقا في فيديو قادم دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله